بالفعل يستخدم تنظيم داعش بحسب مراقبين تكتيكاً عسكرياً في هجماته الأخيرة في مناطق غرب الأنبار يتمثل بشن هجمات انتحارية بسيارات ملغمة وأحزمة ناسفة باستخدام مفارز هاواً تمهد له الاقتحام بينما القوات الأمنية ما تزال تستخدم أسلوباً تقليدياً في مواجهة التنظيم تنظيم داعش يهاجم باستمرار مناطق متعددة في الأنبار استعيدت من قبضته مؤخراً خبراء أمنيون أشاروا إلى أن عناصر داعش استنفذوا كافة الوسائل والأساليب التي يستخدمها في الهجمات ولم يتبقى لدى التنظيم سوى الهجمات الانتحارية في السيارات المفاخخة والأحزمة الناسفة خبراء أكدوا أن هجمات داعش على مناطق هيت وكباسة تأتي من المناطق القريبة منها والتي لم تشهد عمليات عسكرية وأبرزها جزيرة هيت وصحراء الأنبار الغربية التي ما تزال تضم مقرات لداعش مصادر محلية ذكرت أن المناطق المستعادة لن تشهد استقراراً ما لم تبدأ عملية عسكرية تبعد خطر داعش عن هذه المناطق مضيحة أن داعش لم يتمكن منذ استعادة الرمادي على السيطرة على منطقة جديدة أو استعادة منطقة من قبضة القوات الأمنية المصادر ذاتها أكدت أن التكتيك العسكري لداعش أصبح مكشوفاً وهو استخدام الهجمات الانتحارية فقط مع الاعتماد على الإعلام الكتروني للترويج عن هجماته بالمقابل ما تزال القوات الأمنية بحاسب مراقبين تستخدم أساليب تقليدية في مواجهة التنظيم وخاصة في مناطق غرب الأنبار حيث تستعمل أسطوب الدفاع وليس الهجوم ترجمة نانسي قنقر